بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في حلقة دي من حلقات المصرف النهاردة هنرجع اداء سناديق الاستثمار اللي موجودة في بنك مصر كلها ونعرف العواعد التاريخية عليها من اول عام 2020 لحد اول اربع شهور من عام 2024 وهنشرح كل صندوق من حيث الادوات الاستثمارية اللي بيستثمر فيها ودرجته من مخاطر الاستثمار بحيث ان حضرتك تبقى عارف متوسط العاعد في خلال السنوات السابقة وفي نفس الوقت تبقى انت عارف درجة المخاطر وتقدر تختار السندوق اللي هتستثمر فيه في الفترة المقبلة بشكل سليم وعلى اساس مصبوط والمعلومات اللي موجودة في حلقة النهاردة مستمدة من موقع بنك مصر ومن المديرة لمعظم صندوق الاستثمار اللي موجودة في بنك مصر بس لحضرتك لو اتفرجت على القناة بي كده ولسه ما اشتركتش استعدنك تشترك في القناة وتفعل الجرس لشتجي لك اشارات الحلقات الجديدة لو دي اول مرة اتفرج على الحلقة الاول اذا عجبتك اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس لايك وعمل شير عشان نستقدر تستفيد اذا ما عجبتكش دوس لايك وقول لي السبب في التعليقات يهمني جدا ان انا عارف رأي حضرتك نبدأ بقى بقى اول صندوق وهو صندوق بنك مصر الاول وده صندوق متوازن يعني الحد الاقصى الاستثمار في الاسهم فيه بيبقى لحد 70% وبالنسبة لادوات الدين والادوات النقدية بيبقى لحد الاقصى لها 50% مدير الصندوق بيتحرك في الادوات دي بحيث ان هو يقدر يوازن المخاطر للمستثمرين او حملة الوثائق والسندوق ده بيبقى ليه عائد دوري حسب رؤية مدير الصندوق ممكن كل 3 شهور يوزع الجزء من الزيادة اللي حصلت على الوثائق او ما يوزعش على حسب رؤيته بحيث ان هو يعظم العائد والاستثمار لحملة الوثائق والسندوق ده بدون حد ادنى للاستثمار وعمل في اول 4 شهور من عام 2024 0.75% الشراء ما بيبقى بدون اي مصاريف الاسترداد بيبقى عليه مصاريف 0.75% وعمليات الشراء والاسترداد بتبقى يومين وبينفذ الطلب ثاني يوم عمل على سعر اغلاق يوم الطلب السندوق اللي بعد كده هو صندوق بنك مصر الثاني وده صندوق نمو رأس مالي يعني اسهم ومرتفع المخاطر بيبقى بدون حد ادنى للشراء ما بيبقاش في عليه عائده وبيعتمد ان هو بيعظم الاستثمار لحملة الوثائق وبيبقى نسب الاستثمارية بتاعته بحد ادنى 50% للأسهم والحد الاقصى 95% اما بالنسبة لادوات دخل الثابت او ادوات الدين والادوات النقدية بيبقى لحد الادنى 5% والحد الاقصى 50% وزي ما اتفقنا ودي الاستثمار بيبتدأ يتحرك في الادوات دي بناء على تعظيمه للعاد ورؤيته للسوق السندوق ده عمل في اول اربع شهور من عام عشرين اربعة وعشرين اتنين فاصل تلاتة وتلاتين في المية الشراء بيبقى بدون اي مصاريف والاسترداد بيبقى عليه مصاريف 0.75% والطلبات بتاعته بتقدم يوميا قبل الساعة الواحدة ظهرا وبيتم التنفيذ تاني يوم عمل على سعر اغلاق يوم الطلب السندوق اللي بعد كده هو سندوق بنك مصر التراكمي مع التأمين على حياة وضمان رأس المال او سندوق العمر السندوق ده متوازن وبيضمن رأس المال يعني بعد ثلاث سنوات خسائر في خلال التلات سنوات الاولى بيضمن لك ان انت تسترد برأس مالك بالكامل بدون اي خسارة عليه بدون حد ادنى للشراء والسياسة الاستثمارية بتاعته ان الحد الاقصى الاستثمار في الاسهم بيبقى ثلاثين في المية والحد الاقصى بالنسبة لادوات الدخل الثابت والادوات النقدية بيبقى سبعين في المية وعمل في اول تلات شهور من عام عشرين اربعة وعشرين تلاتة فاصل سبعة وتمانين في المية الشراء بيبقى يوميا قبل الساعة نشر الظهر بدون اي مصاريف الاسترداد بيبقى اول يوم عمل في الاسبوع في خلال اول تلات سنوات زي ما اتفقنا لو هتسترد هيبقى في مصاريف سفر فاصل خمسة وعشرين في المية بعد التلات سنوات بيبقى بدون اي مصاريف على الاسترداد بس حاليا تم ايقاف الاسترداد او عمونة الاسترداد لحد شهر اكتوبر عشرين اربعة وعشرين وفقا للنشرة دورية لشركة مديرة السندوق اما صندوق بنك مصر الرابع وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية او صندوق الحسن فده العائد عليه بيبقى دوري نصف سنوي على حسب برضو رؤية مدير السندوق زي ما اتفقنا ممكن هو يوزع جزء من الزيادة اللي حصلت على سعر الوثيقة او ما يوزعهاش على حسب رؤيته لتعظيم الاستثمار لحملة الوثيقة السياسة الاستثمارية للسندوق ده هو صندوق مرتفع المخاطر او صندوق اسهم والحد الاقصى الاستثمار في الاسهم بيبقى 95% اما بالنسبة لادوات الدخل الثابت والادوات النقدية بيبقى لحد الاقصى 50% عمل في اول اربع شهور من عام عشرين اربعة وعشرين خمسة فاصل زيرو واحد في المية الشراء بيبقى يوميا قبل الساعة 12 الدهر بدون اي مصاريف الاسترداد بيبقى اليوم العمل قبل الاخير من الاسبوع وبعد كده بيتم التنفيذ في اول يوم عمل في الاسبوع التالي بدون اي مصاريف نيجل صندوق بنك مصر التالت ده العائد التراكمي والتوزيع الدوري وده بدون حد ادنى للشراء وده صندوق اسهم يعني مرتفع المخاطر السياسة الاستثمارية بتاعته الحد الاقصى في الاستثمار في الاسم هو 90% والحد الاقصى لادوات الدخل الثابت والادوات النقدية بيبقى 50% عمل في اول اربع شهور من عام عشرين اربعة وعشرين اتنين فاصل اربعة وثلاثين في المية الشراء بيبقى يوميا قبل الساعة 12 الدهر بدون اي مصاريف الاسترداد بيبقى يوم العمل قبل الاخير من الاسبوع وبينفذ اول يوم عمل في الاسبوع اللي بعده والمصاريف الاسترداد بتبقى واحد في المية اما صندوق بنك مصر النقدي بالدولار ذو العادي اليومي التراكمي او يوم بيوم بالدولار ده قلد هل لدينا الشراء فيه بيبقى خمس تلاف دولار السندوق ده بيستثمر في السنрейات السيادية بالدولار الامريكي وقدون الخزانة بالدولار ودائع والشهادات اللى بالدولار الامريكي وغيره من وَدالات الاستثمارية منخفض من مخاطر اللى بالدولار الامريكي دا ما بيبقاش فيه اي خسارة togeth فيه الزيادة بتحصل بصفة يومية على سعر الوثيقة الفكرة في معدل الزيادة اللي بيحصل. وحقق في اول اربعة شهور من عام عشرين اربعة وعشرين اتنين فاصل اربعة واربعين في المينة. الشراء بيبقى يوميا قبل الساعة واحدة ظهرا وبيقى فيه مصطريف فتح حساب عشرين دولار. اما الاسترداد برضو بيبقى يوميا قبل الساعة واحدة ظهرا بدون اي مصطري. اما صندوق بنك مصر باليورو ذو العائد اليوم التراكمي او يوم بيوم باليورو ده لحد الادنى الاشتراق فيه خمس تلاف يورو. وبرضو نفس الكلام العائد عليه بيبقى يومي تراكمي يعني بيحصل الزيادة على سعر الوثيقة بصفة يومية ما بيقلش الفكرة في معدل الاداء او الزيادة اللي بتحصل بصفة يومية. بيستثمر في السندات السيادية المقاومة باليورو والشهادات والوداع ودون الخزانة باليورو. العحقة في اول اربعة شهور من عام عشرين اربعة وعشرين صفر وفاصل اتنين وتمانين في البيانة. الشراء بيبقى يوميا قبل الساعة واحدة الظهر ومصاريف فتح الحساب بتبقى عشرين يورو. اما الاسترداد بيبقى برضو يوميا قبل الساعة واحدة الظهر بدون اي مصاريف. اما صندوق بنك مصري بالجنيد والعائد اليوم التراكمي او يوم بيوم بالجنيه. ده الحد الادنى للشراء فيه بيبقى عشر تلاف جنيه. وبيستثمر في الشهادات والوداع وقدون الخزانة والسندات اللي مخاومة بالجنيه المصري برضو ما بيقاش في اي خسارة بيبقى على حسب الزيادة اللي بتحصل والاداة اللي بيحصل بصفة يوميا. العائد عليه في اول اربعة شهور من عام عشرين اربعة وعشرين ستة فاصل تسعة وستين في المياه. متوقع بناءا على الاداة ده انه يعمل في خلال عام عشرين اربعة وعشرين عشرين فاصل زيلو سبعة في المياه. الشراء والاسترداد بيبقى يوميا قبل الساعة واحدة ظهره. بالنسبة للشراء بيبقى لي مصاريه في خمسة وتمانين جنيه الاسترداد بيبقى بدون اي مصاري. اخر صندوق لهو صندوق مصر الكابيتل لاستثمار في ادوات الدين دول عائد الدوري ده بيستثمر في ادوات الدين زي ادون الخزانة وسندات الخزانة والوداع. في هنا امكانية انه تم توزيع جزء من الزيادة اللي حصلت على سعر الوثيقة بشكل شهري حسب برضو رؤية مدير السندوق. ممكن يوزع جزء من الزيادة او يعظم العائل المستثمر. حقق في اول اربع شهور من عام عشرين اربعة وعشرين خمسة فاصل سبتة وتسعين في المياه. وتوقع بناء على الاداة ده انه يحقق في خلال عام عشرين اربعة وعشرين سبعتاشر فاصل تمانية وتمانين في المياه. الشراء بيبقى يوميا بدون اي مصاريف لاسترداد الطلبات بتاعته بتقدم طوال ايام الشهر وبينفذ في اول يوم عمل او الاحد الاول من الشهر اللي بعده بدون اي مصاريف. ده ببساطة اداء صندوق الاستثمار اللي موجودة في بنك مصر وشرحها بالكامل مع درجات المخاطر اللي موجودة فيها والعواد التاريخية من اول عام عشرين 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 عشان حريك تقدر تختار الصندوق المناسب ديك تقدر تستثمر فيه في الفترة المقبلة وتبقى عارف العواد التاريخية تعته في السنوات السابقة. منتظر في تعليقات حضر لكم اي استفسارات خاصة بصندوق حلقة النهاردة وايه صندوق المناسب لحلقة تستثمر فيه في الفترة المقبلة. ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي. يا رب اكون ادري ارتفتكم بالمقضاء ده. ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واشترك لكم اشارات الحلقات الجديدة. ولو الحلقة عجبكم ادوزوا لايك واعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد. واذا ما عجبتكش ادوز ديس لايك وقول لي سبب التعليقات يهمين ان انا اعرف رأي حضرتك واشوفكم على خير محمد رجل.